فرض العدوان الإسرائيلي في القنيطرا نفسه على طاولة مجلس الوزراء واستهل رئيس الحكومة تمام سلام الجلسة بطرح هذا الأمر وتداعياته الخطيرة مؤكداً أن على الحكومة أن تستوعب ارتدادات هذه التطورات وتأثيرها على عمل الحكومة وجرى نقاش حوله وصف بأنه كان وطنياً ومسؤولاً وراقياً تركزا على موقف موحد دان فيه الاعتداء الإسرائيلي وخرقه للقرارات الدولية كما طرح موضوع البحرين وتداعيات الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حيث جرى نقاش بين وزراء حزب الله ووزير العدل أشرف ريفي الذي لم يوافق على هذا الأمر دان مجلس الوزراء الاعتداء الإسرائيلي في القنيطرا الذي أدى إلى استشهاد عدد من اللبنانيين كما أكد المجلس أن أي تصريح يصدر عن أي طرف سياسي لا يعبر إلا عن رأي الطرف الذي يدلي به ثم أشار المجلس إلى أن إسرائيل تخرق المقرارات الدولية ولسيما القرار 1701 البند رقم 3 أخذ نقاشاً مطولاً داخل الجلسة والمتعلق بنقل اعتماد قيمته 30 مليون دولار لاستكمال أعمال ضرورية مكملة لمشروع سور النقورة والذي نقل من مشروع الطريق الذي تربط رياق بالقاع وجرى إقراره مع التحفظ عليه من بعض الوزراء هذا البند أعاد أيضاً نقاش في ألية عمل مجلس الوزراء ومن خارج جدوى الأعمال أخذ مشروع سد جني حيزاً كبيراً من الجدل بين الوزراء فرعون والمشنوق وشهيب وبسيل وقزي ودفريج الذي طلب من الرئيس السلام أن يوضع الملف على جدول الأعمال لمناقشته بعد أن يضع وزير البيئة كل المعطيات وذلك بسبب اعتراض المواطنين على الأثر البيئي الذي سيحل بالمنطقة وفيما وافقت الحكومة على فتح الاعتمادات لتغطية ثمن شراء الفيول أويل لزوم كهرباء لبنان لا يزال الخلاف بوجهات النظر مستمراً حول دفاتر الشروط وقد طلب الوزير دفريج تأجيله مرة جديدة من أجل إجراء اتصالات مع الخبراء في وزارتين المال والطاقة وجرت الموافقة أيضاً على إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة 45 مليار ليرة لإنشاء سجون جديدة حارست الحكومة على إصدار موقف موحد من الاعتداء على الإقنيترا وذلك انطلاقاً من مسلمات عدة أهمها الحفاظ على وحدتها وعملها وأكدت مصادر مطلعة للمستقبل أنه جرى مناقشة ألية عمل الحكومة لجهة إنتاجيتها سلبياً أو إيجابياً خلال الأشهر الستة الماضية وبظل الفراغ الرئاسي على أن يناقش هذا الموضوع في جلسة لاحقة من السراء شهير دريز تلفزيون المستقبل